حسنا نحن الرحيم في موقع اسمه بصراحه الموقع دوت ان انت بتعمل صفحه ليك وطول الاصدقاء كل واحد يدخل يوريه بصراحة ممكن يكون واحد عايز يديك نصيحه بس محرك منك فيقول هلك من هنا بنوكي وكيقول لك مثلا اتتم بشكل شوية لانت حاس انت لعب اي اي نصيحه وممكن واحد يكون عايز يشتمك وياخد الرحلة في الشتيمة بس خاف ان انت تعرفه ودرابه فسي ادره فرصة نوع شم براحته الموقع فكرته بشعب قرية تمام ومعمول قبل كده في موقع جنبية هي الجديدة ان هو تعامل بالعربي ولو بسيط لكود هتلاقيه صغير جدا مفوش كلام كتير مفيش افترضات مفيش لا ده هو انجرب بتفتح الصفحة وتكتب لام الحساب وتكتب اللي انت عايزه تمام فالموضوع صحي جدا وبسيط جدا وابسط ممكن فاي حد عنده اي فكرة عايز يعملها يعملها ممكن تضرب معيك ممكن تكسب منها كتير جدا تمام يعني كان في واحد عمل لعبة بسيط جدا على الاندرويد وفجأة انها حققت ارباح مليون ما كانش احنا بيها فعندك اي فكرة تمام ما تأخرهاش فكر فيها كويس شوف حد يساعدك فيها وابدأ انطالك فيها ونفزها تمام يعني فكرة اصلا فيسبوك فكرة بسيطة وتفهة وسهلة وضربت وحققت مليارات واصبح صاحبها مركز زوكربيرج من اكبر الناس اللي عندها مليارات على مسؤول العلم فاي فكرة ما تتأخرش وابدأ انفز فيها وابدأ اعملها تمام الموقع ده انا استغادته ازاي بيتدخل على الناس وابعت لهم رسائل تحفيزية تمام حتى لو انا معرفوش يعني لو انا ماش كده لايت واحد حصت صفحته صراحة قد تدخل اقول له انا عارف ان عندك قدرات خارقة وان انت عندك اهدف قوية ولازم تحققها كلنا عندنا اهدف قوية وعنده كله عايز يعمل دكتوراه واللي عايز يبقى ملياردير فالرسائل تحفيزية دي فعلا الواحد بيستقبلها ويحس بطالقة ويبدأ انفزها تمام ففيه الناس فعلا اول مرة عارفهم يعني اصدقاء اصدقاء فانا مشتهمش خالص بس كنت بقى تقول اكتب انت عندك قدرات خارقة وانت عندك امكانات حلوة لازم تستغلها لازم تستغلها عشان انت انطالك للأفضل فقدت رسالة الجابية وفيه واحد بس اللي خد باله وعرف ان انا وقلمني وناس كتير يعني خدت الرسالة دي حافز ليها وكتبت ان الرسالة دي حافزتها للأفضل السلام عليكم